احتفلت لمسلة لبنانية ندين ناسي بن جام بعيد ميلاد بنتها هافن ويلي اتمت العشر سنين من عمره وشاركت ندين مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلاد هافن باجواء عائلية واحتضنت بنتها وعبرت عن حبها الكبير لقلب وقالت بتعليقه على الصور اسعد يوم ميلاد حبيبتي جنتي عيد ميلاد عشر سعيد الله يحفظك ويحميك بتمنالك حياة سعيدة بسلام ونجاح حكون دايما حدك لأحميك وإدعمك دعاية الملكيرانيا زوجة الملك الاردني عبدالله الثاني مجموعة من الشباب والشابات بالاردن لأفطار رمضاني بأسر الحسينية بالاردن وشاركت الملكيرانيا صورة بين المدعوين مع الاعلاميين واصحاب الشركات الناشئة والناشطين بالمجتمع وكتبت احلى افطار اليوم مع شباب وشابات من مختلف انحاء بلدنا الحبيب الاردن علاقة الفنان السورية اصالة على مقطع من مقابلة للفنان السعودي محمد عبدو اعتبر في البعض انه صانع الاغنية السعودية وكتبت اصالة مدافع عن كلام عبدو قالت لو لمحمد عبدو ما وصلت الاغنية الخليجية عموما لها المستوى من الارتقاء وبالاصح ما استمرت هيدا الرجل المهم من حقه يقول على اهميته وحقه علينا نشاركه الفخر ونحمله كل الامتنان على مراعاته لارواحنا وقلوبنا كطبيب زكي بداوينا استذكرت لمسلة سورية شكران مرتجة والدت الراحلة بالذكرة السنوية الاولى لرحيلة يلي توفت بـ 26 أزار 2022 وشاركت شكران صورة بتبين بأحضان ام الراحلة وكتبت بتعليق على الصور وقالت مرأت سنة لفقدان امي وخروج روحي بعد رحيلك صارت كل المواقف بتبدا منك وبتنتهي بالدعاء لالك انت معي بكل جبرة خاطر وبكل صدقة الحياة مستمرة يا امي بفكروا انت جوازت ساعة رحيلك ما بيعرفوا اني على الآن بهيداك لنهار والساعة يلي كانت اقوى نقطة ضعف بحياته علق الفنان اللبناني راغب علامة على قرار رئيس الحكومة نجيب مئاته بالتراجع عن قرار الابقاء على التوقيت الشتوي واعتماد التوقيت الصيفي وكتب على صفحته الخاصة وقال يلي عم يصير بلبنان على المستوى السياسي والقيادة بينطبئ عليه قول اذا لم تستحي ففعل ما شئت اكتشفت وسائل اعلام عالمية عن تعرض احد ابناء نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو للضرب بمدرسة خارج المملكة العربية السعودية وكان مقرر رونالدو انه يسجل ولاده بمدرسة سعودية لانه فيها امان اكتر من غيره ونقلت بعض الوسائل اعلام العالمية حديث عن جورجينا رودريجاز عبرت فيه عن اعجابها الكبير بالمملكة العربية السعودية والمواطنين السعوديين وقالت السعودية بلد رائع وكتير امن والناس هون محترمين وكرمة وبيهتموا كتير باطفالهم ونساءهم كان معكم بموجز الفن احسان صبرة لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب لا يوصلكم كل جديد